بسم الله والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراجعة الدرس الثاني في الوحدة الخامسة بتكلم عن تمثيل الدوال بيانيا Graphing Functions تمثيل الدوال بيانيا أول مثال عندي بيقول باستعمال الدلة المقابلة f of x equal square root of x هذه الدلة معطين إياها يقول لي المطلوب الأول أكمل الجدول التالي ومثلها بيانيا وباستعمال مير المماز فسر سلوك الدلة يعني تزاودية ولا تناقصية طيب فين هو الجدول؟ هذا الجدول يعطيني قيام x0 1 4 أول خطوة عشان نكمل الجدول حنشيل x ونحط بدلها 0 تمام؟ هيطلع 0 يبسكوير root of 0 يعطيني 0 بعدين نشيل x ونحط بدلها 1 يبسكوير root of 1 يطلع 1 نشيل x ونحط بدلها 4 يبسكوير root of 4 يطلعيني كام 2 نمثلها بيانيا هذا التمثيل ناخد أول نقطة 0 0 هتكون فين؟ تمام في المنتصف بعد كده 1 1 هتكون في هذا المكان بعدين 4 في الـ x يعني نمشي يمين كده ونطلع فوق عند الـ 2 في الـ y تمام؟ بعد كده نستعمل القلم رصاص والممحاء ونرسم منحنة مش خط مستقيم منحنة طبعا المنحنة ليس له نهاية لي؟ لأن الدلة دي مجالها من 0 إلى مال نهاية يعني نقدر نعوض عن الـ x بعدد أكبر من الأربعة ممكن نعوض بخامسة أو بستة فلازم نعمل هنا سهم طيب استعمل ميل المماز لتفسير سلوك الدالة لازم أول شي نرسم المماز باستخدام المصطرة والقلم رصاص بهذا الشكل المماز فيه 3 حالات إما يكون يصعد إلى أعلى من جهة اليمين بهذا الشكل يبه هذا المماز نسميه ميل المماز هنا موجب يبه تزايدية يبه في الحالة بتاعتنا دي المماز بيصعد إلى جهة من أعلى من جهة اليمين يبه ميل المماز موجب يبه الدالة تزايدية طيب إذا كان المماز بالشكل ده ينزل تحت كده يبه نقول عليه سالب يبه تناقصية طيب إذا كان المماز أفقي يبه بصفر ميله بصفر يعني ثابتة لا تزيد ولا تنقص يبه هنا مرة تانية المماز فيصعد إلى أعلى من جهة اليمين يبه نقول موجب ميل المماز إيه؟ ميل المماز موجب إذن الدالة تزايدية على مجالها طيب نشوف مثال آخر مثال 2 يقول باستعمال الدالة المقابلة F of X equal 1 over X مطلوب نفس المطلوب السابق أكمل الجدول المثلة بانيا استعمل ميل المماز لتفسير سلوك الدالة أول خطوة هنعوض بدل الـ X بسالب 3 أو negative 3 يبه 1 over negative 3 يعطيني 0.3 بعدين نعوض من negative 2 هيطلع negative 0.5 هنعوض من negative 1 1 over negative 1 يعني شيء الـ X نحط negative 1 يطلع negative 1 تبلع وعوضنا بالـ 0 1 over 0 واه مش حتنفع دي غير معرفة يبه دي أصلا із0 لا ينتمي لمجال الدالة لمجال الدالة ر كل الأعداد بس إيه ما عادة 0 يبه negative 0 يبه إينا نقوله لا يوجد أو نحط إيه شرطة كده طيب اينا عادت بالـ 1 يبه 1 over 1 يبه نشيل يكس نحط 1 1 over 1 يصير إيه 1 اعوض بالـ 2 1 over 2 0.5 عادت بالـ 3 يبه إيطلع 1 over 3 يعني 0.3 نرسم أول نقطة عندك سالب ثلاثة مع نزيب بالشكل ده أمام حط نقطة الثانية نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 1 بعدين الزرو هنسيبه وروح عند ال 1 مع ال 1 و 2 مع الهالف و 3 مع 0.3 بعدين نرسم منحنه بالشكل ده ومنحنه الآخر بالشكل ده هنا دي ذالة المقلوب بتكون قوسين كده قوس هنا وقوس فيه الجزء في الربع الأول وربع الثالث باستعمال ميل المماز تاب نرسم ميل المماز هنا ولا هنا نرسم على الشكلين لو رسامت المماز حيكون بالشكل ده المماز كده تاب لو رسامت فوق مماز برضو بنفس الشكل يبقى معنى كده أن المنحنى أن المماز بيهبط إلى أسفل من جهة اليمين يعني كل ما يمشي كنت لقي النازل لتحت يبقى ميل المماز موجة ولا سالب تمام يبقى نيجاتيف يبقى ميل المماز سالب يعني الدلة تناقصية طيب مثال آخر مرسوم وطالب منك استعمل ميل المماز في تفسير سلوك الدلة في الفترة المحددة يقدي الدلة مرسومة وعايز نعرف سلوكها في الفترة من نيجاتيف تو تو نيجاتيف وان يعني الفترة من هنا إلى هنا يبقى نرسم مماز في الجزء ده فقط شوف كده نرسمه ازاي كده المماز هنا يهبط من جهة اليمين يبقى ميل المماز موجة ولا سالب من المماز حيكون سالب يبقى نقوله ميل المماز نيجاتيف يعني سالب إذن الدلة متناقصة في الفترة المحددة وإلى اللقاء إن شاء الله مع بقية الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته